وننتقل معكم مباشرة مشاهدين لمتابعة هذه الصور الآن المباشرة التي تصل من ميناء اسكندرون بتركيا تحديدا هذا الميناء الدولي الذي يقع في ولاية هاتاي جنوبية تركيا طبعا هذا الحريق كما نتابع من هذه الصور وتصاعد الدخان والنيران من الحويات المحترقة في هذا الميناء ميناء اسكندرون الدولي بتركيا بدأ هذا الحريق بعد الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا فجر يوم الاثنين ولكنه ازداد قوة كما نتابع من هذه الصور والسنة النيران والدخان الأسود يتصاعد في السماء نتابع هذه الصور لاحتراق الحويات في ميناء اسكندرون بتركيا على ما يبدو بأن شدة النيران وهذا الحريق تزداد كما نتابع من هذه الصور لا نرى بشكل واضح إن كانت هناك أي محاولات أو تواجد للفرق لمحاولة إخماد هذه وهذا الحريق تحديدا الصور بعيدة بعض الشيء نظرا ربما لخطورة الوضع والنيران المتصاعدة السنة النيران والدخان الأسود الذي يتصاعد الآن في هذا الميناء نتحدث عن ميناء اسكندرون الدولي يقع تحديدا هو في ولاية هطاي جنوب تركيا جنوب تركيا الذي شهد هذا الزلزال الذي يصف بأنه أقوى وأكبر زلزال تشهده تركيا منذ قرن كما تبعنا آخر المعلومات تتحدث عن ارتفاع عدد ضخايا هذا الزلزال إلى 3419 شخص وعدد من الجرحة تتجاوز العشرين ألفا ترجمة نانسي قنقر